السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي وهنتكلم فيها عن صفقة وسام أبو علي اللي انتهت رسميا بتقارير سويدية ونكشف لحضراتكم عن قيمة الصفقة بالكامل وموعد وصول اللاعب إلى القاهرة للانضمام إلى النادي الأهلي رسميا وشأ الطريق تقارير صحافية رسمية وسام أبو علي ينتقل إلى النادي الأهلي في مساء اليوم والكشف عن قيمة الصفقة كشف التقارير صحافية سويدية صباح اليوم عن حقيقة انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السيريس السويدي وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأقضت صحيفة إكس بريسن السويدية أن مجلس إدارة النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي سيريس السويدي بشأن ضم المهاجم الفلسطيني نهائيا وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وتبعت الصحيفة انتقال لاعب فريق سيريس الدنماركي لكرة القدم بنادي سيريس السويدي وسام أبو علي إلى النادي الأهلي والصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 2 مليون يورو وتعد صفقة انتقال اللاعب وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي هي أعلى صفقة ماديا في تاريخ نادي سيريس السويدي والتي وصلت إلى 2 مليون يورو 1000 مليون مبروك للنادي الأهلي على انضمام وسام أبو علي إلى نادي سيريس إلى النادي الأهلي مهاجم نادي سيريس والمفاجأة الكبيرة طبعا المفاجأة الكبيرة اللي لازم كل الناس تكون عرفها ان اتحاد كرة القدم المصري هو فتح الباب أمام النادي الأهلي لضم مهاجمين آخرين مع وسام أبو علي الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب أمام النادي الأهلي للتعاقد مع عدد من المهاجمين الفلسطينيين بجانب وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعبين فلسطين دون اعتبارهم أجانب إذا تتم معاملتهم معاملة اللاعب المصري المحلي وهو الأمر الذي يعني دف أو خل النادي الأهلي يبدأ مفاوضاته واللي خل النادي الأهلي التعاقد رسميا مع وسام أبو علي في الشتاء الحالي وأوضح الأستاذ عامر حسين عدو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات أن اللوايح لا تنص على عدد معين من اللاعبين الفلسطينيين المسموح بضمهم من قائمة كل فريق وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة الأي تي سي اللاعب الفلسطيني يتم قيده كلاعب محلي وعلى حد علمي لا يوجد عدد لذلك واللائحة تنص على أن اللاعب الفلسطيني هو لاعب محلي وأضاف أيضا لائحة قيد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي موجودة منذ مواسم عديدة ماضية في قرة القدم المصرية وليست أمرا جديدا ونتمنى النصر للشعب الفلسطيني في الفترة الحالية وكانت التقارير الصحفية الدنمرقية أكدت في الساعات الأخيرة أن النادي الأهلي تقدم بأكثر من عرض للسيريس السويدي حتى أتم التعاقد رسميا وهنتكلم مع حضرتكم عن موعد وصول اللاعب إلى القاهرة موعد وصول وسام أبو علي إلى القاهرة غدا بمشيئة الله في صباح الغد الأحد وسام أبو علي يصل القاهرة للانضمام إلى النادي الأهلي رسميا والانتهاء من التعاقد مع اللاعب رسميا وسام أبو علي بيعد من أفضل المهاجمين في الوطن العربي يبل أبرزهم كلاعب محل للنادي الأهلي وطبعا بعد أزمة أنتوني مودست وعدم رحيله غير في نهاية الموسم هو ما دفع النادي الأهلي للتعاقد مع وسام أبو علي طب وسام أبو علي فيه مميزات كتيرة جدا والحمد لله أن النادي الأهلي بدأ يفكر خارج الصندوق وأعلن التعاقد مع اللاعب الدنماركي الفلسطيني الأصل وسام أبو علي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي واحد من أفضل المهاجمين في الدور السويد حاليا ولاعب عنده الإمكانيات والمواصفات اللي النادي الأهلي محتاجها علشان كده هنعرف كل حاجة تخص اللاعب في الحلقة دي فأتمنى تعمل لايك وتوحد الله وتصلى على سيدنا محمد وأتمنى أن حضرتك تدعي لإخواننا في فلسطين ربنا ياخد بأيديهم وسام أبو علي صاحب الأصول الفلسطينية ولكنه تولد في الدنمارك ولعب مع المنتخب الدنماركي في أكثر من مرحلة سنية أخرهم تحت عشرين سنة وسام موليد تسعة وتسعين يعني عند أربعة وعشرين سنة في الوقت الحالي طوله متر سبعة وتمانين سنتي مهاجم طويل ما شاء الله وعنده الشراسة الهجومية اللي بيفكرني بواليد أزارو في ضغطه على الخسمه مركزه في الملعب طبعا مهاجم صريح موسام أبو علي بيسدد بريجليل اثنين بيسدد بريجليل اثنين قنت التسويقية على ترانسفين ماركت كانت ألف مليون وخمسمائة ألف يورو ومتواجد حاليا مع نادي السيريس السويدي بداية وسام كانت مع نادي البرج بدأ معهم في قطاعات الناشئين ثم تدرك في أكثر من فئة سنية لحد ما تصعد للفريق الأول في موسم 2006 طبعا يعني بعدها انطلق وسام أبو علي أكثر من نادي في الدور الدنماركي في الدرجة التانية سواء نادي فيندسيل الدنماركي أو نادي سيريس الدنماركي اللي بيلعب حاليا فيه في دور الدرجة الأولى وطبعا آخر انتقالات اللاعب كان مع نادي سيريس السويدي المتواجد فيه حاليا وسام أبو علي هذا الموسم حتى الآن لعب 16 مباراة في الدور الدنماركي معدل دقايق 1241 دقيقة يعني تقريبا لعب 14 مباراة فعالية قدر يسجل 10 أهداف وصنع هدف يعني مساهم في 11 هدف من 16 مباراة في 14 مباراة ومقدم مستوى ممتاز وعلشان المستوى اللي وسام أبو علي وصله بيقدمه ده جاله عرض غريب 800 ألف يورو طبعا اترفض ولكن العرض اترفض من إدارة نادي سيريس وحاليا النادي الأهلي تعاقد معاه رسميا بعرض امتد قيمة العقد إلى 2 مليون يورو والصحف السودية انتهت وتكلمت خلاص ان اللاعب وقع رسميا على عقود انضمامه للنادي الأهلي وسام أبو علي يصل غدا إلى القاهرة للانضمام إلى كتيبة النادي الأهلي المفاوضات انتهت واللاعب والده كان عندهم رغبة كبيرة جدا في التواجد في القاهرة في النادي الأهلي في الموسم الحالي والده فلسطيني وطلع واتكلم في أكتر من مرة عن عرض النادي الأهلي وأكد انه يتمنى ان وسام يكون متواجد في النادي الأهلي الموسم الحالي لانه هو مشجع للنادي الأهلي من زمان واعتقد يعني ان رغبة اللاعب برضو حسمت الموضوع للنادي الأهلي هنشوف وسام وهنشوف استقباله غدا استقبال أكثر من رائع من جماهير النادي الأهلي ومن بعسة النادي الأهلي حمد الله على السلامة وسام أبو علي وألف مبروك انضمامك للنادي الأهلي ونتمنى كجمهور أهلاوي انك تكون إضافة قوية لكتيبة النادي الأهلي وكتيبة مارسي الكولر وتقدر تعوض لنا المهاجم اللي احنا نقصينه وتقدر تخلص الفرص والأهداف اللي بتضيع من لعيبة النادي الأهلي مليون مبروك انضمامه سام أبو علي مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي الصفقة الأولى رسميا لسه صفقة عمر كمال عبد الواحد ما انتهتش ولكن هقول لحضراتكم كل ده في حلقات قادمة بإذن الله أتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديدة أشوفك على خير في حلقة جديدة مع السلامة